هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلوموا إلينا الضمو أعمو ياسي أرضا والشاطر يوطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العب أعمو ياسي تعالوا هلوموا إلينا الضمو أعمو ياسي ماشركم اليوم نفاذ إذن مرحبا بكم في حصتكم مفضلة مع أعمو ياسي وكذلك الأطفال أصدقائنا اللي رم يشوفوا فينا وحبين يحضروا كما أنتم ما حضرتوا معلهم إلا يتوجهوا إلى موقع الانترنت عمو ياسي بوان كوم بهذه الطريقة بش يحضروا معنا إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معلك إلا تروح الانترنت تكتب عمو ياسي بوان كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك يا أطفال لما تشاركوا لما تسجلوا للحضور حيثت مع ميازيد لازم شوية على الصبر لأنه 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 العطفال اللي حابين يشاركوا بزاف 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 التسجليات راهي كثيرة وإن شاء الله نقدر نستهدفكم كامل شوية على الصبر وعمو يزيد رايح يستدعيكم باش جود فرحوا معنا كما هات الأطفال للمحاضرين معنا يا أطفال في هذه الفترة كان يوم عالمي مهم هذا اليوم العالمي هو هذا اليوم يصعد في يوم 16 نوفمبر هو اليوم العالمي للتسامح لازم الإنسان يكون متسامح شفتك تكون هكذا مثلا رك برا هكذا ووحد يعفص لك على رجلك هكذا ويقول لك سمح لي تقولوا معلش شفتوا التسامح يعني الإنسان بالمرات لازم يتسامح يعني مهما تكون بالمرات الإنسان يدين لك يعني يغلط معك ولكن بدون قصد بدون قصد مليح أنك تتسامح معها إذن هذا اليوم العالمي هو يوم المهم لتشجيع التسامح والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والشعوب يعني التسامح مش شي غير بين الناس وكذلك بين الشعوب كامل يا أطفال لازم يكونوا متسامحين وعم يزيد دلكم أغنية مفاجأة بهذه المناسبة رح نسمعها بحث قبل هذا الشيء رح نطرح لكم بلغز اليوم تحبون أرغاز؟ نعم لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي إذا كان أسود يكون نظيفا وإذا كان أبيضا يكون متسخا كي يكون أسود يكون نقي نظيف وكي يكون أبيض يكون متسخ ما هو؟ عبدا بالشاطرين كامل أنتم أول أصدقاء تعالنا اللي مشوفوا فينا يقدروا يشاركوا تاني في الجواب عن اللغز بهذه الطريقة أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الأنترنت مع أغل اكتب عن مويازيت.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة أغل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن تمقع شاطرين إذن فكروا في الجواب على اللغز حتى نهاية الحصة أنتمو الأطفال لما يشوفوا فينا أصدقائنا بما أننا في سنة سنة الستينية لمؤتمر الصمام اللي نحتفلوها دلعام بستين سنة لمؤتمر الصمام اللي هو عشرين أوتها في ٩٩٥٦ وحنا في سنة ٢٠٦ إذن ستين سنة كلفنا نور الهدى باش تديرنا بحث عن شخصية مرموقة في طورة التحرير وهو عبد الرحمن فارس إذن تصفيق على نور الهدى تفضلي تفضلي نور الهدى سأل خلي أطفال اليوم جد نحكي لكم على حياة المجاهد عبد الرحمن فارس ولد بأقبو بولاية بيجايا في ٣٠ جوفي ١٩١١ انتخب في المجلس التأسيسي عام ١٩٤٩ ترأس المجلس الجزائري في الجنوب الجزائري عام ١٩٥٣ وعمل موثقا في مدينة القليعة استقر منذ ١٩٥٦ بفرنسا وكان يعمل مع فديرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا لجمع التمويل للطورة عن طريق الاشتراكات من المهاجرين لكن السلطات الفرنسية اعتقلته يوم ٤ نوفمبر ١٩٦ وأطلق صراحه بعد إعلان وقف إطلاق النار عين أثناء المرحلة الانتقالية على رأس التنفيذية المؤقتة بعد لقاء بينه وبين لوي جوكس ممثل الحكومة الفرنسية استهل عمله بخطاب متلفز طمأن فيه الجزائريين والفرنسيين معا وألحى على رفض العنف والتعاون من أجل فرض السل في ٢٥ سبتمبر ١٩٦ سلم منصبه كرئيس مؤقت لفرحات عباس انسحب من الحياة السياسية سنة ١٩٦ وفي عام ١٩٨٢ نشر سيرته الداتية باللغة الفرنسية توفي فارس في ١٣ مايو ١٩٩ عن عمر ١٩٩ عام في زموري بالجزائر وشكرا شكرا 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 هودا شكرا 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 يا أطفال كان موضوع مهم جدا وهذا الموضوع هو اللي يدل على أنه الطفل يكون لطيف يكون متربي يكون متسامح وهو إلقاء السلام يا أخي لازم لما نمر على الناس نقول لهم السلام عليكم يا أخي إذن عمو يزيد لكم أغنية في هذا الموضوع السلام عليكم يالله نغل نوعا كامل معكم سلام عليكم بتحية الإسلام فحيوا بربكم وعليكم السلام سلام عليكم بتحية الإسلام فحيوا بربكم وعليكم السلام موسيقى حي الناس بالسلام فيها سكينا واضمئنا هي من خلق الإسلام معناها خير وأمان حي الناس بالسلام فيها سكينا واضمئنا هي من خلق الإسلام معناها خير وأمان سلام عليكم بتحية الإسلام فحيوا بربكم وعليكم السلام موسيقى ستنال الأجرى منها أوسى بها خير الآن تعوين نفسك عليها وردها بكل احترام ستنال الأجرى منها أوسى بها خير الآن تعوين نفسك عليها وردها بكل احترام سلام عليكم بتحية الإسلام أحي بربكم وعليكم السلام موسيقى موسيقى هي ألفا للقلوب دليل تربية وأداب ورفعة للشعود فيها يقين وصواق هي ألفا للقلوب دليل تربية وأداب ورفعة للشعود فيها يقين وصواق سلام عليكم بتحية الإسلام فحيوا بربكم وعليكم السلام موسيقى حي الناس بالسلام فيها سكينة واطمئنا ليا من خلق الإسلام معناها خير وأمان حي الناس بالسلام فيها سكينة واطمئنا هي من خلق الإسلام معناها خير وأمان سلام عليكم بتحية الإسلام فحيوا بربكم وعليكم السلام موسيقى موسيقى برافو 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 إذن سلام عليكم بتحية الإسلام فحيوا بردكم وعليكم السلام إذن يا أطفال لازم دائماً إلقاء السلام والأهم من ذلك هو رد السلام يعني واحد كي يقولك سلام عليكم ولا صباح الخير ولا مساء الخير ولا لازم ترجع له الأهم والمهم هو أنك ترجع التحية يا أخي لازم نرجع التحية واشهر عليكم تحبوا ألعاب الخفاة؟ نعم يلا إذن نرحبوا كامل بعام وسليم لجانا من مدينة بيجايا تفضل عام وسليم ترجمة نانسي قنقر 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 طرح درابو 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 درابو، تصفيق على أموس سليم درابو أعجبكم على أموس سليم وش رأيكم يا أطفال دركاء تحبوا الحكاية نعم إذن عم ويزيد رح يحكي لكم حكاية شيقة مدام تكلمنا عن اليوم العالمي للتسامح وكامل راحين هاد الحكاية واسمها رياح والتسامح يلا معايا كامل يا أطفال كما وعدكم مقبلة عم ويزيد رح يحكي لكم حكاية شيقة عنوانها رياح والتسامح وحد النهار كانوا يزوج أصدقاء كانوا يمشوا بكري كانوا يمشوا فوق الخيل رحين مسافرين لمكان ما مسافرين هكذا ومن بعد عيو في طريق عيو إذن قالوا ساحبو قالوا لازم نرتاحوا شوية ربطوا الخيل تاحهم وقعدوا هكذا قالوا بالصحة رانا منش بعد على الغابة قالوا ممكن يكونوا ذئاب يكونوا ديوبة بزاف لازم كل واحد فينا نديروا أدوار حراسة يعني كل ساعتين واحد يحرص وواحد ينام قالوا لازم ذئاب ممكن أنها تاكل الخيل كما يقولون رقدوا هكذا واحد قعد يعز واحد رقد ومن بعد داروا الدور الثاني ساعتين من بعد جانوا وتصحبو من بعد هو قعد يعز وناخر رقد شوية ولكن كي رقد هذك من بعد فجأة نسمع الخيل صيح يعني تسهل وكامل وسمع العياد نادي يشري هكذا صاب الزئاب رايحة تكل هدوك الخيل هدوك ونادي هكذا حوس على الساحب وصابوا رقد رحوا هكذا رفضوا لحطب هكذا والنار وكامل وهربوا هذك الذئاب وكامل ومن بعد هو هكذا حكم يدو هكذا هذك اللي كان رقد صاحبو اللي كان من المفروض انه هو اللي يعز ضربوا هكذا ضربوا بسقلة ضربوا بسقلة ومن بعد رفضوا حواجهم وجواوا رايحين ومن بعد كي هذك اللي ضرب جفيت هكذا شاف بلي صاحبو هذك فوق الرمل اكتب اليوم اعزوا اصدقائي ضربني على وجهي فوق الرمل بعد شافوا كاتب هكذا بعد ما ادهاش رح ومشاوا هكذا يمشوا 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 ومن بعد نزلوا في احد المكان هكذا بعد تفرقوا هكذا بعد اللحظات ومن بعد اسمع الصياح واحد منهم اسمع صاحبو هذك يعيط يعيط رح يجري هكذا وشباه صابو دخل في سابل موفان في بلاعة يعني الرمال هذك اللي تبلع الانسان سابل موفان دخل قعد غير رأسوي بين هكذا هو هكذا سلكني 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 بعد رح يجري هكذا جب حبيلة وربطها في الحصان ورمهالو هكذا دارها هنا في الصدر نتاعو وجبدوا بالحصان سلكو بعد كي سلكو قالوا ايك صحا وكامل وغدوا مدكي جاريح اللي سلك شاف بالليلاخور صاحبو اكتب على الصخر فوق الرشي اكتب اليوم اعزو اصدقائي انقذ حياتي ومعد بداية تسأل سقسها قالوا كيف اشدك النهارة كتمتها على الرمال وهذا المرة كي نقضت حياتك كتمتها فوق الصخر قالوا كتمتها فوق الرمال باش الرياح والتسامح تمحيها يعني يعني كيت غلط معايا نديرها برك فوق الرمال باش تجي رياح التسامح تمحيها يعني باش نولي باش نولي نتسامح معاك وكامل الرياح تمحيها ولكن لما انقضت حياتي هذا الشيء ما نقدرش ننساه جميل كبير يبقى دائما في حياتي كتمتها على الصخر حتى ما تقدر حتى رياح في الوجود تمحي الكتابة لفوق الصخر باش تبقى دائما هذه الصخرة شاهدة على اليوم لأنقضت حياتي فيه عمو يازد عمو يازد نستخلصوا مع هذه الحكاية لقد أوصانا ديننا على التسامح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدو وتحبو بالضبط 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 بوبي جبنا حكمة مليحة هو كما قال رسول الله تهدو وتحبو إذا لازم لازم المحبة بينتنا لازم التسامح دائما يا قياد فال يلا لازم دائما نكون متسامحين في حياتنا يا أخي شفت كي يكون صاحبك يكون جنطي وكامل تعود تحبوه مش كي ما يكون صاحبك قبيح وكامل يا أخي إذا التسامح مهم في حياتنا يا أطفال دروكا الحقنا الوحدة روكا نحبوه بزاف هو روكا النوكت شكول عنده نوكتة جميلة شكول عنده نوكتة جميلة شكول تعالى 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 تفضل ما اسمك؟ حمزة حمزة وين تكون حمزة؟ في ولاة فايت في ولاة فايت الله يبارك حكينا نقطة عك قال لك وحد الخطراء كان وحد الراجل يباع الحوت وكان يقول وكان يقول ايا زرودية ايا زرودية بعد حكمه وحد الراجل قال له علش هك تقول ايا زرودية ما تقولش ايا الحوت وبعدها قال له بش ما يسمعونيش نقطط بش نقططة ما يسمعوني برافو 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 تعالى 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 تفضل هو اسمك؟ امين وين سيكون امين؟ في مفتاح في مفتاح وتو متاع جمعيات كافي اليتيم متاع مفتاح؟ نعم الله يبارك كدا تحية الجمعيات كافي اليتيم في كل ربوع الوطن يعطيهم الصحة العمل الجبار لما يقوموا به وتحية خاصة المكتب مفتاح اللي هو يشاركنا ويجيب الأطفال يشاركونا هذه الفرحة هذه يدان يا أطفال الأيتام لازم نعتني بهم أما اليتيمة أما اليتيمة نحتني بها أما اليتيمة فلا تقهر يا أخي إذا نحكينا الحكاية عك واحد السياد دايماً رح يشتكي لطبيب اللي دايماً يرقدينو ما زوجك زوجك طوطا يلعبو له في البالو اه؟ قالوا ما ترغب طبيب قالوا ما ترغب شو مين وبعدها يروح عليك هذا المنام السياد قالوا ما أخذش غدواله فينا إلى مسلا بالطبع ottني روح طبيب 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 طاول ط Home مالتك مالتك م smack طبيب ثم قال له ما عiliyor لع displacement يالتك أغررع ه profund قلار اغنيم طعم ماذا اسمك يا لدي؟ من صوف وين أصاب موشاويا بوشاويا جاري ها 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 تفضل المصطف لاحقا الله كانوا زوجت في وضع يوم السباح كانوا يمشون يمشون وكثمون بقورة البقرة الأولانية بمزر مينة ووحدة الركيقة أبدا تظهروا سبا قلوا السباح قالوا لواحد الثيب قالوا اقسم قلوا البقرة سمينة والبقرة رقيقة لسباح لكنت دربوا نصقوا مع الحاط بعد ذلك الاخر قالوا سبع اقسم قالوا اقسم قالوا البقرة مين عليك والبقرة صغيرة ليه بعد ذلك قالوا شكو اللي علمك اقسم قالوا هاذك المخلرة هولاسك في الحد الخوف هو اللي علمو يقسمه برافو برافو تعالي وليدي تعالي اروح جليلو اروح تعالي اقعد وليدي اروح تعالي اروح اروح منها اقعد واسمك وليدي رايين رايين ايه وين تسكن في ولات بليدة في بليدة ما جبتناش وردة اليوم مدينة الزهور والورود مرة جيت جبنا وردة ياقي اه يا برافو تفضل وليدي اعطينا النقطتك قلت لك واحد الايمام قالوا ان الناس اللي جاءوا في الجماعة قالوا اننا اقب في الليلة في المقبرة ومن خافش قالوا له هكت دي هذا البيكي اه واسيه هنا في المقبرة اشغد بك روحو ان عارفوا انت ما تخاف وبدأنا لقى واحد راح في الليل لديها ذاك الحديدة في يده قالوا لقى واحد السرقين سرقوا الحلوى وبدأ طاحت لهم حبة فترة قم بدأ دخلوا لهذاك المقبرة يقسموا بدأت قسموا قالوا هذا واحدة لقى هو الإمام عن بلو الجنو الموتر هم يقسموا في العيبت قالوا لهم قالوا لقى تحبب برا للديهان أهرب يجري عن بلو راهم معلي برافو برافو واسمك جليل جليل تحكينا نقطة جليل ايه تحكينا لحباب عيسلين فين سامة بطال الله الله بطال الله بطال الله بطال الله السلام عليكم بلد الله السلام عليكم ورحمة الله برافو 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 يأطفال الحق نادرك الحق نادرك الركن أنا نحبه بزاف الركن الجواب عند اللوقس تحبه تاني آل إذا ما هو الشيء الذي كيكون أسود يكون نظيف كيكون أبيض يكون متسخ وش هو؟ تعالي بنتي تعالي 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 وش هو الميدالة لا لا مش شي بعيد تعال 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 وش هو الصبورة الصبورة تعال 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 قعد معي قعد معي تقعد معي برافو اذا الصبورة كي تكون كحلة سوداء تكون نظيفة وكينك تغف فيها ومعن مسحوها بالتباشر تولي بيضا تولي متسخة برافو لدي برافو اعطيلي الهدية تعو الهدية تعو احنا الشاطرين اللي جاوبوا على اللغسة عمو يزيد نعطوهم هدية مع عمو يزيد قبعة تحميك من اشعة الشمس الضارة وكذلك عمو يزيد يهدي لك سيدي سيدي مع عمو يزيد عنوانه من حقي الطفولة في 22 اغنية ان شاء الله تستفاد به يا اخي تفضل وليدي بارك عليك الحقنا دركاء الركن عيد الميلاد عمو يزيد اليوم سنحتفل بعيد ميلاد ديالك أعبركم اليوم بالعيد ميلاد عمو يزيد عمو يزيد زايد في يوم 18 نوفمبر إذن راح نجو كاملة التحقبية نغنوا عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروحوا يجيبوا للقاتو ديالينا تاني عدي للانيفرسال يلا الله يبارك في كويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك في كويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد من الغرب يديك نتمنى صحة وسعادة وهانة شاء الله ينرى بي مياه سهلة وتعش أيامها أفراح صح يا ربي نميه سهلة وتعش أيامها أفراح يا بانين ويا بانات يلا نطير بارونا يسأل مراح غني مفراح والعشو أحلى الأوقات يسأل مراح غني مفراح ونعشو أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مكنتا سيدناها بي لحلوى يا محلاها بس مكنتا سيدناها بي لحلوى يا محلاها باب الله يدعولوه وصحابه يبرغولوه وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوى يا جميل سنة حلوى يا جميل شكرا 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 الله يخليك الله يخليك والا يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة شكرا 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 جيتم تحتفلوا معي بهذا عيد الميلاد العقام ستة واربعين مزاف؟ عمو يزيد عندو ستة واربعين سنة إذن يا أطفال أنا ما بقالي إلا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت نحبوكم يا أطفال لا تحزنوا حنا الودع يا أصدقاء كل الأيام في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يازين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في الموعد الجديد مع عمه يازين